موسيقى ها؟ ماشاء الله طالع مثل الأمر الله يرد العين عننا حبيبي الله يوفقك ويحميك كيف ما اتجحك والف الحمد لله الله كتب لي عيش لشوفك عريس خالتي حبيبة قلبي الله لا يحرمني من هالوش والضحك الحلوي يا ريت أختي بعدها عايشة كانت فرحت مثلي لو شافتك بها البدلة الله يرحمك لا تزعلي يا لوحي أمي أمي جينا جينا لك لا تصرخي نحنا نازلين حاجة تعايتي بقى يلا في سرع جايين جينا والله طالع بتجنني بهالفسطان اللميع مع المكياج والكعب العالي الله يسلم دياتك يا عمر ومع الوردات كمان لك مين انت والله ما عرفتك بهالفسطان يا مجنونة ما شاء الله علي شو هالجمال شكرا لك شكتلي قديش طالع باربي وين هالحلا وانا شو بيعرفني هاي السيارة يلا يا سلطانة قلبي وصل العديد يا جماعة ايشو هالشخصية شو هالجمال والاناقة ايه العظمة دي كلها يا رب تردعين يا رب تردعين العديد عريس جزين يتهنى هيا ايها؟ وين مخبيها الجاثبية؟ طالع ممثلين من السينما يا رجل ايه والله انتك خزوق لا لا اوه المعرض ناعذك حسنا ليش طعطر يلا خلصوني اوفي تغطر كيف يغمل الزواجة؟ يلا خلصوني تعالوا يلا يالل يجينا الله يتمم على خيره عالله العذابية ان شاء الله وهنا عالله هو عالله انا ننزق انا يلا 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 تحركوا امشوا يلا يلا يا عريز روح اليوم ليلتك يا عريز ايوه ايوه خليك على اول ها يلا يلا يا اخي شو هل انطح هاي يلا يلا تعال يلا 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 نجوه ايوه ايوه ايه وين عروستي السومان هون السومان وين هاي اه اه انسينا البخشيشة موسيقى 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 مثل الأكل بالضبط فيها الحلو والحد وأنا جربت هالشي لما تاكل شي في حد بتحس الألم مرافقك وما رح يروح من تمك للأبد ولما تكون عم تدور على طريقة لتخفف الألم بتجرب تاكل الأكل الحلو والأكل المالح وبتشرب موني ما بتحس بالألم لحصتها طبيعي لأنه بيبطل شي لطعم انتفض وحينه يا قلبي أمي بس هلأ بيسمع أختي سلطانة هالأيام صايرة عم بتمر علينا كتير آسيا لك لا تعلي صوتك حكي شوي شوي لكي هاي البداية بس قولي قول اندام قالتها انتي لا تزعلي خلاص لا تردي علي الله بيفرجها لا حول ولا قوة إلا بالله أنا بشعرتكم شرط انه رح يتصالحوا بقرب وقت واصلا قلبي عم يقلي انه أسومان بتكون قاعدة عم تكي عليه بحيد الشر عنه وبصراحة كنت على وشك وقع بالفاخ وضيع مستقبلي بلحظة وخيش شو هاي شو فيه لما كانوا يحكوا لي عن المعجزات ما كان صدقون بس لما قابلت طبيب الحب صدقت هالشي بصراحة دكتور انت دخلت حياتي بأدق وأهم لحظة فيها آسومان اجيت لعندي من شي شهرين مشان تستشيرني كانت رح تتزوج بس ما كانت وثقة من قرار الزواج مية بالمية وقرار الصح اللي اخذت بحياتي الهلأ هو اني جيت لعندك ودقيت بابك يعني حياتي كانت على وشك تصير صودة مشان هيك هربت من عرسي هربت بس اجتمعت بحريتي من جديد بالواقع آسومان ما كانت بدت تتزوج مجرد احساس عاطف آسومان كانت تتحس انه مديونة لخطيبها شايفين؟ هذا اكبر خطأ الناس كلهم عم يرتكبوا الشعور انك مدين بهاي اللحظة لما يتسلل الشك بالشخص اللي قدامك لقلبك بتكون العلاقة انتهت نهائيا بس الشعور بانك مديون بيخلينا مثل العبيد ومتمسكين بها العلاقة صدقني هي هي الحقيقة كل الوقت اللي عشنا سواء كنت حسس من واجبي اقدم له وعطيه اكثر واكتر لك آسومان يعني من كل عقلك لها اهل مشلون هات الله لي وفقه هات خرابي بي الله لي وفقه هو والناس يجل شفتوا بعينكم؟ هاي بالضبط التعابير اللي انا عم احكي عنا من وقت طويل كتير كمان هلأ ثبتت هالشي 100% اكيد وانا بدوري من خلال هالبرنامج والشاشة الصغيرة بوجه كلمة للخطيب آسومان صارت جنبي وانا رحكون جنبها دائما تماما مثل ما كنت مع ضحية الحب اللي قبلها ووعدت انه رح ساعدة وصلح قلبها علاقات الحب بدي تعم واذا آسومان بالنهاية انسحبت فهذا مو زنبه ابدا السبب الوحيد الناس اللي ما بتعرف تحب يعني متلك ونصيحتي ايلك متل ما اتعلمت المشي والحكي كمان لازم تتعلم الحب من جديد ما بتعرف يا صديقي قلت ما بتعرف تحب ابدا ما بتعرف ولقلك شي بي صراحة اكتر ما بتعرف تحب اي شي ولا شي يمكن هلأ لو سألتك شو اكتر اكلة بتحبها ما رح تقدر تجاوبني لانك عايش لتتنفس وبس وهلأ اخد هالنصيحة بني اياك مرة تانية تقرب من اي مرة لحتى تتعلم شو هو الحب والنتيجة واضحة اصلا انت ما فيك تخلي اي مرة تختارك وتقع بحبك بصدق لو مهما عشت وبالنهاية ما في مرة ممكن تقع بالحب وتسلم قلبه لشخص مبتدئ فراغ 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 لان لما بعصب ما بقدر شوف شي قدامي بس هالمرة انا عميت هنجل استراحة ونرجع لطبيب الحب استنوني شباب خمس دقايق ونرجع شباب ضبطوا الديكور كتاز دكتور دكتور بدي ضو اكتر كمان شوي حاضي دكتور انا اسمعت نصيحتك وتركت خطيبي بس اذا ما عزرت نستعقلش ضبطوا مكياج الاسع سو مان وشت عمين لبعك تير عضو انسة تفضلي عالمكياج فراغ فراغ استني يا زلمة لا تستعقل خلص اهدأ فراغ طول بنا تروي شوي لك خلص اهدأ وين دكتور يا مرديجي قديم الشار انا اسمع انا اسمع مرة أشرك انا اسمع والتشوف هلين عني انا اسمع انا اسمع انا اسمع انا اسمع لا اله الا الله امشي بهداك اليوم لو ضربت هداك اللي مسمي حاله طبيب الحب على نص خلقته ما كانت الأمور وصلت لها الحالة يا فراد ليك؟ خلص روء بقى يعني حتى لو ضربته شو رح تستفيد؟ شو رح يطلع بإيدك تغير؟ هيك أنت رح تفوت حالك بمشاكل تمام خليك هادي استرخي روة أنا رح أخدكم مشوار اسمعوا مني تعالوا معي يلا